وللوقوف على سير العملية الانتخابية في يومها الثاني ينضم إلينا على الهواء مباشرة كريم ببرزة مراسل القناة الأولى من العريش تحديدا من شمال سيناء كريم بعد التحية يعني أطلعنا كيف كانت الأمور تسير في هذا اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل منذ دقائق أغلقت اللجان هنا في الشيخ زويد وفي عموم محافظة شمال سيناء أبوابها وتم بالطبع إغلاق وإغفال الصندوق الخاصة بالاقتراع بالشمع الأحمر يعني بعد انتهاء اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ربما كان لنا اليوم جولة في عدد من اللجان في محافظة شمال سيناء بدأنا صباح اليوم بالعريش قسم ثالث العريش ثم ذهبنا بعد ذلك للمقر لجنة أخرى أيضا في مدينة العريش ثم بعد ذلك توجهنا للشيخ زويد لذلك عدد من اللجان مررنا به منها لجان المقيمين الأصليين ومنها أيضا لجان المغتربين أو من هم يعني يقتنون في بطاقاتهم في أماكن أخرى منذ صباح اليوم من التسع صباحا بالطبع كان هناك إقبال لجميع فئات المجتمع هنا من محافظة شمال سيناء من الشيوخ والقبائل من السيدات والرجال كل شارك اليوم بصوته ليدلي برأيه في اختيار الرئيس القادم لسنة 2024 تبدأ 2024 هذه الانتخابات بالطبع في حديثه مع المواطنين سواء في العريش أو الشيخ زويد عن أسباب نزولهم هذه المرة ليس بمغرض استحقاق انتخابي فقط ولكن هي أيضا فرصة للتأكيد على أنه واجب وطني لاختيار الرئيس القادم الذي سيحافظ على الأراضي المصرية نتحدث أيضا عن مشاركة لجميع الفئات وهنا من أمام هذه اللجنة في الشيخ زويد هذه هي اللجنة الأكبر بقوة تصويتية 11 ألف من الأهالي يعني كان هناك ربما رصدنا الإغلاق منذ قليل امتلأت بالفعل بعض الصناديق بالأصوات وهما يدل على بالطبع يعني أعداد من كبيرة من المشاركة بشكل عام حسب ما رأينا داخل هذه الصناديق وأيضا حسب الهيئة الوطنية الانتخابات التي أعلنت عن أعداد كبيرة التي تبحث خلال الموقع الخاص بالهيئة الوطنية الانتخابات عن أماكن الانتخاب الخاصة أماكن الاقتراع الخاصة بها في عدد كبير من المحافظات ولكن هذا أيضا لا ينفي أيضا وجود أو لا يوقف وجود عدد كبير من التأمينات المختلفة تأمينات أمنية أمام اللجان من قوات الشرطة أو حتى الجزء الخاص بوزارة السحة بوجود سيارات الإسعاف أمام اللجان تحسبا لأي طريق أيضا صاحب ذلك ظهور للشباب والأطفال الصغار يحملون أعلام مصر ويتجولون بها أمام اللجان وهي المرة الأولى التي يحضر فيها هؤلاء الأطفال وهؤلاء الشباب يعني الانتخابات رئاسية بعد القضاء منذ 2018 من وقع متابعتك كريم ومشاهداتك ما الاختلاف اليوم عن اليوم الأول يعني أهم المشاهد أهم الصور التي رصدتها خلال سير العملية منذ فتح باب الاقتراع من التاسع صباحا وحتى غلقه منذ دقائق ربما لا تختلف الصورة في أول يوم عن ثاني يوم فهو الأساس فيه لأهالي شمال سيناء هي النزول للإدلاء بأصواتهم حسب اللجان المخصصة لهم حسب بالطبع موقع سكنهم إما في الرفح أو العريش أو الشيخ زويد أو الحسنة أو بئر العبد أو غيرها من المراكز وأيضا اللجان المخصصة ولكن دائما هي كل يوم له يوم مميز يعني في اليوم الأول رصدنا إقبال للسيدات وهو على عكس طبيعة هذه المنطقة حسب ما كنا نسمع عنها أنها خاصة بالقبائل والشيوخ وما يمنع خروج السيدات ولكن على العكس هذا ما ظهر في اليوم الأول نزرت عدد كبير من السيدات بمشاركة من الشيوخ وعواقل هذه القبائل التي نصحت جميع المواطنين في أهالي شمال سيناء بالنزول لإدلاء بأصواتهم أيا كانت فئاتهم فكانت هذه الملاحظة ولكن أيضا من الملاحظات المستمرة من اليوم الأول والثاني هي وجود دائما الشباب والأطفال حول اللجان وهي كما ذكرنا من قبل هي جزء من هذه البصمة الذهنية وهي هذه البصمة عن وجود مشاركة سياسية بشكل عام عن وجود فرصة لاختيار بشكل عام ما هو قادم وهذا لم يحظى به من قبل أطفال في وقت الإرهاب ولكن بعد القضاء على الإرهاب في هذه الأباكت تغيرت الصورة وربما كان الأبرز خلال اليومين سواء أمس أو اليوم هي دائما طلبات أهالي شمال سيناء من الرئيس القادم وهي دائما التأكيد على استمرار الأمن والأمان التأكيد على التنمية المستدامة في جميع القطاعات وخلق فرص عمل جديدة وأيضا التأكيد على حفاظ على أرض سيناء وعلى الأراضي المصرية وهذا لا يمنع حفاظ على الأراضي المصرية لا يمنع الوقوف مع الأشقاء في فلسطين لأنها محافظة حدودية كما نعلم ورصدنا سويا خلال الأيام الماضية المجهودات المصرية لدخول المساعدات الإغاثية عبر غابة نعب الرفع ويتبد عني الآن ما يقرب من عشر دقائق تقريبا لكن المؤكد أن كل من نزلوا نزلوا يؤكدوا على الحفاظ على الاختيار القادم اختيار الأنسب من وجهة نظرهم التنمية وأيضا الأكيد أنه الوقوف مع الأشقاء في فلسطين لا ينفي الحفاظ على الأراضي المصرية وعدم التفريط فيها كريم بيبرز مراسل التلزون المصري من شمال سيناء تحديدا من مدينة العريش أشكرك شكرا جزيلا